تنسيب حضراتكم مع موجز الأهم من الأنباء موجز التاسعة مع دينا شرفت فضليتين شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر تدرك تماما حجم المسئولية الملقاة على عاطقها كرئيس للدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية والتي تعقد في مصر مشددا على سعي مصر تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة لفيفا من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة كما أضف رئيس السيسي أن مصر التعي تطلع شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريسا وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مأوية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا للتحادية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين وفي كلمته أمام فعليات منتدى بيترسبورغ الدولية أشر الرئيس السيسي إلى ما تم بين البلدين من تنفيذ للمشروعات القومية التموحة ومنها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبع وغيرها من المشروعات وأكد الرئيس السيسي أن تاتشين رؤيتها مصر 2030 تعكس خطة استراتيجية طويلة المدالة الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة قامت بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية قالت الرئاسة الروسية إن موسكو لا تستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وقال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف إنه لم يتحقق أي تقدم على مصاري المفاوضات بعد وكانت وسائل أعلام قد نقلت عن رئيس لجنة مجلس الدومة للشؤون الدولية ليونيد سلتسكي تأكيد أن الحوار مع كييف قد يستأنف في وقت قريب بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ونظيرته السنغالية عيسا تاتالسال تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في إفريقيا وذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشوا أيضا خلال اجتماعهما في واشنطن القيادة الأمريكية لحج استجابة عالمية لمواجهة هذه الأزمة هذا وأعرى بلينكين عن اهتمام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع السنغال في القضايا البحرية وتغير المناخ أكد رئيس البلاروسي أليكزندر لوكاشينكو أن بلاده سيتعين عليها الرد على رغبة بولندا في الاستلاء على منطقة غرب أوكرانيا مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا للأمن القومي لبيلاروسيا وقال الرئيس بلاروسي أنه لا يستطيع السماح لبولندا بأن يحاصر بلاروسيا بالكامل على حد قوله محذرا من خطورة تصعيد الموقف وأوضح رئيس البلاروسي أن بلاده ستبقي أو ستبقي القوات المسلحة جاهزة في الغرب والجنوب لافتا إلى نشر عشر وحدات على طول الحدود لمنع مواصفه بأي تسلل محتمل إلى الأراضي البلاروسية وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على اللقاحين مضادين لفيروس كورونا للأطفال تحت سن الخامسة وتمهد الخطوة طريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة فورا موافقة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على ذلك كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت لقاح فايزر وبايونتيك المضاد لكورونا للأطفال الذين تتروح عمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات ولقاح مديرنا للأطفال من سنة ستة أشهر حتى سبعة عشر عاما وأجيز لقاح فايزر بالفعل الأطفال فوق سن الخامسة وقال مسؤول البيت الأبيض أنه قد يتم طرح اللقاحات على الفئات العمرية أقل من خمس سنوات في وقت مبكر من هذا سجلت الصين 204 أصابات جديدة بفيروس كورونا منها 35 إصابة مصحوبة بأعراض و169 بلا أعراض ورصدت العاصمة بكين حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 11 في اليوم السابق وثماني إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل 11 إصابة في اليوم السابق كما رصدت شنغاي حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالتين في اليوم السابق وستة إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل حالتين في اليوم السابق وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 225207 إصابات بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض حتى الآن ختم مجزء التاسعة فاصل ونرضى حالتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر